الأهم بطولة دوري أبطال أفريقيا نخشف أجواء البطولة إن شاء الله مع الأيام القادمة بشكل أكبر لكن خلينا نبتدي قبل أن نروح لأخبار لنادي الأهل نبتدي باتحاد الكرة المصري والذي من اللحظات خلاص أعلن مواعيد انطلاق بطولة الدوري جديد وأيضا مواعيد بطولة كأس مصر وما تبقى من هذه البطولة النهاردة كان فيه اجتماع لجنة المسابقات باتحاد الكرة مع مندوبي الأندية المشاركة في بطولة الدوري المنتج انطلاق الدوري الجديد 19 سبتمبر ومباراة السوبر المحلي يوم 18 مش عايف بصراحة بتاعت أنهي موسم السوبر المحلي دي بتاعت أنهي موسم بس هنعرف يعني إن شاء الله رب نساه نروح نقول الخبر بالضبط بيتعلق بأن الحج عامل حسين أعلن عن انطلاق الدوري الجديد طبعا حج عامل حسين رئيس لجنة المسابقات الدوري الجديد هنطالك يوم 19 سبتمبر المقبل على أن تقام مباراة السوبر المحلي يوم 18 من نفس الشهر يعني قبل انطلاق الموسم بيوم واحد يعني مباراة السوبر مبين الأهل وزيماك هتكون يوم 18 سبتمبر وتاني يوم على طول يبتدي الدوري وتحديد موعد قرعة الدوري متوقف على تحديد ملاعب الأندية في الدوري الممتاز والموافقات الأمنية الخاصة بها وينتظر اتحاد القرى قرار الشركة الرعية للجبلية بشأن مكان السوبر سواء خارج أو داخل مصر اللي وضع الترتيبات النهائية لتلك المباراة الافتتاحية التي تكون دائما بداية للموسم الجديد ركز معي بقى في اللي جيدة ركز معي في اللي جيدة وأكد عامر الحسين أن قرعة الدوري لن تكون موجهة يعني مش هيكون في توجيه لمواعيد مباراة الأهل وزيماك إنها تكون مع نهاية كل دور وفي الحقيقة ده شيء مهم جدا وجزء مهم جدا وحتبقى القرعة عمياء يعني زي ما تيجي تيجي الأهل وزيماك يلعبوا أول مطش تاني مطش عشر مطش أي حاجة فالمهم يعني إن ده شيء مهم وكمان عقد مجلس إدارة اتحاد القرى جلسة مع مندوبي الأندية الـ 18 في الدوري المنتز لمناقشة تعليمات لجنة المسابقات للمسلم الجديد والتأكيد على العقوبات واللوائح وده شيء مهم جدا في نفس الصياق الحاجة عامر حسين بيقول إيه بيقول تعديل مواعيد مباراة كأس مصر بسبب المنتخب الأولمبي وإحنا عارفين إن مباراة كأس مصر المفروض كانت هتبقى في منتصف شهر 9 لكن خليني أقرأ لحضرات كل خبر أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد القرى أنه قام بتعديل مواعيد مباراة كأس مصر بسبب معسكر المنتخب الأولمبي في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر المقبل والذي يستعد الخود بطولة أفريقيا المؤهلة الأمبياد توكيو 2020 نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله وأوضح عامر حسين أن مباراة الأهل وبيراميدز في دورة 16 بالكأس تم تحديد موعدها لتقام أحد يومي 16 أو 17 أغسطس الجاري وهيتم بقى إن شاء الله تحديد الموعد نهائيا أيما يوم 16 أو يوم 17 بينما تقام مباراة دورة 8 من نفس البطولة اللي هي بطولة كأس مصر يوم 28 أغسطس الجاري وتقام مباراة نصف النهائي يوم 1 سبتمبر بينما تقام مباراة نهائي الكأس أثناء معسكر المنتخب الأولمبي في الأسبوع الأول من سبتمبر على أن يتم استثناء الناديين طرف المباراة النهائية من انضمام لعبيهما لمعسكر المنتخب الأولمبي يعني في حالة وصول ناديين عندهم لعابين في المنتخب الأولمبي لمباراة النهائية من كأس مصر حيلعبوا بلعابتهم بتوع المنتخب الأولمبي وهيتم استثناء اللعابين من انضمام لعبيهما لمعسكر المنتخب الأولمبي فبالتالي خلاص مباراة الأهلي وفيراميدز بكرة إن شاء الله سنعرف في يوم 16 أو يوم 17 من الشهر الجاري بمعنى كده أن مباراة الأهلي وبيرميدز حتى توسط مبارتي الأهلي في دور التمهيدي من بطول الدوري أبطال أفريكا مع فريق إطلع برها في المقابل ومن خلال الموقع الرسمي من نادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز قال تصريح مهم جدا قال أن الأهلي يطالب بتطبيق اللوائح على الجميع في الموسم